السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة أخبارية جديدة غالبا ستتضمن أمور متعلقة بكروت الشاشة أكثر من المعالجات يعني بنواقف تصنيع كروت كانت جدا مميزة بفترة زمنية معينة إعادة إطلاق واحد من كروت الأربعة تلاف بس بمسمة جديدة بالإضافة كمان لتسريبات عن كارت الأربعة تلاف وثمانين مقارنة مع كارت تلات تلاف وتسعين ونسخة تي آي والأربعة تلاف وتسعين عنا كمان شوية أخبار حنمرق عليها بشكل سريع بس قبل ما نبتدي ما تنسى أول شيء تعطينا اللايك وتنزل تكتب لنا التعليق اللي زيدي لنبشر مع الخبر الأول اللي صرحت فيه إنفيديا أنه بعد مسيرة جدا ناجحة لكارت الأرتي أكس 2060 قررت أنه هي توقف تزويد الشركاء مثل أما أس آي وجيجا بايت وأسس بشريح الأرتي أكس 2060 والألفين وستين سوبر هذا الكارت كان يعتبر من أفضل لكروت الابتدائية بتقنية تتبع الأشعر ريت ريسنج والديقة الأس آس بالإضافة لهايكي كان مصنف على ستيم على أنه تاني أكتر كارت مستخدم من إبارة الجيمرز هلأ طبعا أنت حتلاقي بعد فيه منه نسخ موجودة على رفوف وموجودة بالمحلات بس البيع بسوق جديد حيكون حتى نفاذ الكمية يعني من بعد ما تخلص الكميات اللي موجودة بالمحلات ما حيكون في إلا ريفل أو ما حيكون في إلا إعادة تعباية لستوك بدك تنزل أنت بقى تصير جيبة من سوق المستعمل إذا حابت تشتري هيدا الكارت هلأ صراحة من المنطق أنه يتوقف تصنيعه لهيدا الكارت أول شي صار نسبيا قديم وبتاريخ اليوم سعر كارت الـ RTX 2060 حوالي 280 دولار طبعا على أمازون لأنه بتختلف من بلد للتاني وهلأ إذا خفضوا من سعر أظن أنه هيصيروا هنا تحت خط الرباح فما بقى حيقدر يخفضوا أكتر من هيك بسعره لهيدا الكارت بالمقابل كمان سعر كارت الـ 6600 XT حوالي نفس المعدة الـ 270 لـ 280 دولار بس بعمل يقدم لك أداء أعلى بكتير عن كارت الـ 2060 يعني إذا أنت كنت مفكر تشتري هيدا الكارت الـ RTX 2060 بدك تلحق حالك قبل ما يخلصوا الكميات الموجودين بالمحلات خاصة إذا أنت كنت شخص مهتم بموضوع تطبع الأشياء لأنه إذا لم يهتم فيه أفضلك أنك أنت تروح مع كارت مثل الـ 6600 XT بالمقابل كمان كارت الـ 3050 سعره حاليا بالسوق كل الأسعار يجمع على أمازون حوالي 300 لـ 320 دولار وإذا أنت بدك تنتقل للفئة الأعلى شوية صغيرة 3060 حتكون أنت هيك عمالة ترفع من ميزانية التجميع بشكل عام أو تحديدا بميزانية كارت الشاشة بين المية للـ 120 دولار كارت الـ 2060 سفقك كويس إذا أنت من الأشخاص اللي بتحب تعتمد على تطبع الأشعة وهذه التقنيات سعره كويس بـ 180 دولار لأنه أقل كارت قلت لكم 3050 عمالة ما بنافسه أقل منه بالمقابل إذا أنت منك مهتم بموضوع تطبع الأشعة أفضلك تذهب مع كارت مثل الـ 6600 XT فهي عن كارت الـ 2060 ولنذهب على كارت الـ 4070 Ti اللي هو سيكون خليفة كارت الـ 4080 اللي هو تكانسل قبل ما يولد من الأساس عمله على إعادة تسمية على نفس المواصفات والمطلوب أنه هو يعلن عنه يوم 3 من أول شهر من السنة الجديدة لـ 2023 ويعاين باليوم اللي بعده مباشرة اللي هو يوم 4 وينطرح بالسوق بيوم 5 يعني ما فيه يلا يا مدير سريع سريع نحنا ما فيه عننا وقت يعني 3 بيعلن عنه 4 المراجع 5 بيصير بالسوق مواصفات هيدا الكارت هيكون بـ 12 GB VRAM GDDR6X وـ 7680 Core واستهلاك طاقة 285 واط أقل بـ 5 واط بس عن كارت 3070 Ti هلأ هو أنت بتشوف الخمس واط رقم لا يسكر تمام وعلى أرض الواقع هيكون غير هيك بس لما كارت مثل الـ 4070 Ti عمل يقدم أداء أعلى بكتير من 3070 Ti بنفس استهلاك الطاقة هيدا يعتبر شيء كويس بس لهون فيه عننا علامات استفهام كتيرة بخصوص السعر هل هو هيبقى بسعر الـ 900 دولار مثل ما كان مسعر كارت الـ 4080 12 GB اللي تكنسل أو حينطرح بأقل من هيك هيدا اللي هلأ بعدنا مننا عارفينه خاصة أنه تسعيرة كروت AMD للـ 7900 XT والـ 7900 XTX سعرهم 1000 دولار يا جماعة يعني أنت عماري تحكي كارت أعلى بكتير من أداء الـ 4070 Ti يعني قريب شوي صغير من كارت الـ 4080 وأقل شيء بسيط من كارت الـ 4090 عمليين بيع ب1000 دولار بينما كارت الـ 4070 إذا سعره بـ 900 دولار حتكون واحدة من أفشل صفقات إنفيديا اللي موجودة حالياً بالسوق فالمتوقع أنه يتعدل سعره لكارت الـ 4070 ويصير بسعر أرخص من هيك عشان يقدر ينافس كروت AMD ويقدر حتى كمان يكون موجود بالسوق لأنه إذا بقي على نفس السعر ما حداً حيصيري حيبقى على رفوف يعني ما حداً حيتطلع فيه أساساً ولنروح الآن على الخبر يلي بعده اللي هو كمان من ضمن كروت إنفيديا وتحديداً كارت الـ 4080 نسخة الـ 16 GB يلي خلص نحن بقينا بس يومين وبصير متوفر بالسوق فبهيد الحالي كتر التسريبات الاختبارات اللي بتكون أدأ شوي عن التسريبات اللي بتطلع قبل إذا كان للبرامج أو حتى كمان للألعاب بولولك أنه كارت الـ 4080 مصنف لحتل هو يتقارن مع كارت الـ 3090 Ti أقل منه من ناحية عدد الكارات اللي هنه 9,728 بينما 3,090 Ti بيجي بـ 10,752 الماموري كمان أقال اللي هي 16 بينما 3,090 بيجي 24 GB بس القفز بالأداء بكارت الـ 4080 أجت من البوست كلوكي اللي هو بوصل إلى 2.51 وطبعاً ما بدأ ننسى تقنية الـ S3 اللي هي حصرياً موجودة بكروت الـ 4000 اللي فينا نقوله إنه هي إلى الحصة الأكبر من الأداء اللي هن حكوا عنه ضرب 2 وضرب 3 وضرب 4 فهيدا حتكون كمان موجودة بكارت الـ 4080 وهي اللي عميري تعمل الاختلاف بالأداء تقريباً بين معظم الكروت وبالنسبة لتسريب الاختبارات من ميجا سايز جي بيو بيقلك إنه البوست كلوكي وصل ما على 2.9 بينما باختبار Time Spy Extreme كارت الـ 4080 أقوى من كارت 3090 Ti بتقريباً 36% هلأ أنا جيت أخدتن لهيدور الأرقام وأقارنتن بالاختباراتي أنا لكارت 3090 Ti اللي موجود عنده طلع أنه الـ 4080 أقوى تقريباً 26% يعني عندك 10% أقل خاصةً إذا جيت إنتقارنته مع كارت 3090 Ti من ناحية السعر 3090 Ti يا جماعة نزل ب1000 و2000 دولار عفونا أو 1800 دولار اليوم سعرهم أقل من هيك بس برضو يعتبر غالي كتير يعني إذا بتقارنه مع كارت الـ 4080 سعر مقابل أداء يعتبر كمان صفقة جداً ممتازة هلأ بشكل عام على حسب التسريبات بقرولك إنه كارت الـ 4080 أقوى من 3090 بمجمل الاختبارات مش باختبار واحد محدد بحواري الـ 40% أقوى من كارت الـ 3080 يعني اللي هو نفسه بس من الجيل الماضي بحوالي 70% واضعف من كارت الـ 4090 بـ 39% هون يا جماعة انفيدي عمالي تلعب لعبي على الأداء بين الكروت العليا بفكرة أنه هي تقلل من الفرق بالسعر وترفع من الفرق بالأداء حتى تقول أنت أنه يلا أنا دفعت ودفعت يعني بين الـ 1200 أو 1300 للـ 1500 أو 1600 ما فارقت كتير وهيك وهيك أنا دفعت هالمبلغ الكبير خلينا أنا أخذ أعلى كارت موجود بالسوق وأكسب الـ 39% أو الـ 40% أداء أفضل يعني حركة من حركات الماركتينج طبعا كل شخص هو حسب ميزانيته نروح الآن على الأخبار الباقية بشكل سريع من دوم ما نوقف عندنا عشان ما نطور الحلقة أول شي أنا ذكرت بالحلقة الإخبارية الماضية أنه أيام دي شغالي على معالجات أكتر كفاءة من ناحية الطاقة وأقل بالأداء من معالجات الأكس اللي هن الـ 7700 والـ 7600 هيدول المعالجات هيكونوا حرفياً بنفس مواصفات نسخ الأكس بس أقل منهم بسرعة الكورات جالي هي حتكون بين 3.8 بايز و 5.3 للـ 7700 والـ 3.8 للـ 7600 واستهلاك طاقة حوار الـ 65 وات حلق يا جماعة هاكي نوع من المعالجات بتكون جداً مناسبة للي بديو يشتري معالج هيكون التركيز أكتر للألعاب حتعطيها أداء قريب كتير من نسخ الأكس طبعاً لأنه الاعتماد هيكون الأكبر على كرت الشاشة بالمقابل حتكون أنت عمارة توفر باستهلاك الطاقة بشكل كتير كبير والحرارة طبعاً هتكون أقل والخبر اللي بعده عن توصيلة كارت الأربعة تلاف وتسعين اللي عملت كوارث بالفترة الماضية واللي كان إلها أكتر من تحليل وأكتر من قناة مبان عربية وأجنبية عملوا تجارب حية لهيدور الكنكترات بكل السيناريوهات اللي هي الممكن تخطروا ببالك حتى يقدر يوصلوا الكابل لدرجة حرارة الحريق يعني تخيل أنت القنوات حالياً عمالة تتنافس مين بيقدر يحرق كارت الأربعة تلاف وتسعين أسرع الجميع يعطونا كارت الأربعة تلاف وتمانين نعمل عليه مراجعة وبعدين خيماً نغير الكابل المهم أنه كل آياتهم فشله ولو واحد فيه النجاح أنه هو يقدر يوصل للكنكتر لأعلى حرارة أو للغلط اللي كان عمال يصير مع الأشخاص اللي اعترضوا عن الموضوع أو اللي صوروا وطلعوا الصور ومصر في عندهم حالة تتزوابان وآخر تقرير صدر عن مختبر أو عن اختبار جوني جورو بيثبت صحة أول معلومة عن حريق لهذا الكنكتر اللي كان سببها عدم تلامس بنات الكابل مع بنات الكارت بس حللوا أكتر بهذا الموضوع ليش صار فيه عدم تلامس طول معهم أنه الكنكتر الجديد بيجي في قلبه ثلاثة أقفال اللي احتليرك بالشكل الصحيح الكنكترات الأديمة اللي نحنا لليوم عمانا نستعملها بيجي فيها قفل واحد بس ومجرد ما تشبكها بالكارت بتسمع صوت كليك بتتطمر أنه ركب مظبوط ما في مشاكل بينما الجديد إذا سمعت أنت صوت كليك واحد بس بيكون ركب من جهة وحدة بيبقى عندك في جاب أو فراغ هيدا الجاب أو فراغ بيخلي يصير في عدم تلامس بين الكنكتر اللي موجودة بالكنكتر واللي موجودة بالكارت بالمقابل كمان بتوصلك على عدم وصول الطاقة بشكل صحيح على الكارت هيدا الشي بوصل لمقاومة بوصل لارتفاع درجات الحرارة وبالأخير طبعا بدي يصير فيه دوابان وبدي يصير فيه شورت كهرباء يعني أنت يلي شاري كارت الأربعة تلاف وتسعين بالوقت الحالي تأكد أنك أنت تكون مركب الكابل بالشكل الصحيح جدا تأكد من كل المالات من كل الأقفل أنه هن يكونوا راكبين أو أنت روح غير الكابل اللي موجود عندك شتري لك كابل مرتب من كابل مواد لأنه أساسا الكابل اللي موجود مع الكروت عمالي قوله في منهم منهم بالأداء اللازم في منهم أكتر من نسخة 80 اللي عرضهم متجر المايكرو سنتر يعني أسعار موجودة هلأ إذا بتفتح أنت موقع مايكرو سنتر بتلاقي الكارت موجود بس بري أوردر أو نوتيفاي بس لما يكون موجود ومسعروا بالأسعار اللي هو بده يبيع فيهن يعني عندكم بداية التسعير بـ 1200 دولار لنسخة الأسو ستوف 1300 دولار للنسخ أما السعي اللي هي طبعا ما تعتبر سهيئة نهائيا ولا حتى نسخة التف تعتبر سهيئة بالعكس من أفضل النسخ وصولا لنسخة ستريكس يلي طبعا سعره بكون مبالغ فيه بالعادي اللي هو 1549 دولار صراحة السعر غير مبرر إنك أنت تدفع 1550 دولار على كرة الـ 4080 ما شايفوا أنا السعر إنه هو بمكانه نهائيا بس بشكل عام يعني ستريكس معروفة إنه هي عند التبريد الأفضل وأعلى نسخ هي بتعتيهن أو بتقدمهن والأسعار عادة بتكون غالية يعني العارف حاله اللي رايح يشتري نسخة ستريكس هو رايح يدفع المبلغ الأعلى عن باقي الكروت كلها بس ما ننسك كمان إنه ما بنعرف قداش هيوصل لعنا على دولنا العربية بعد زيادة الضرايب والجمارك وربح المحلات ولا هيدل الأمور كل ياتا الله يستر قداش هيوصل وبس هيك يا جماعة زال إنت هلأ أكتب لنا رأيك عن سوق كروت الشاشة بهيد الأيام وما تنسك كمان تعطينا اللايك الاشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس وبشوفكم إذا أراد بالحلقة الجاي والسلام عليكم